نتوقع ماذا بعد تحرير سعر الصرف ماذا بعد القرارات اللي تم اتخذها من قبل المجلس الاعلى لا الاستثمار ده يكون موضوعات مطروحة للنقاش بشكل مستمر هنا فينا على البرلمان واظن في كل وسائل الاعلام وفي كل الاماكن اللي ممكن تعلم المواطنين الحقيقة والخبراء على السواء بما هو مستحدث او مستجد في هذه المسألة ماذا بعد قرار تحرير سعر الصرف وماذا بعد قرارات المجلس الاعلى للاستثمار مرة تانية بكرر اللي وصفت من قبل الغالبية بانها قرارات ايجابية لكن كيف تتعامل على الارض الحكومة ودورها البرلمان ودوره المؤسسات الرقابية ودورها في الفترة القادمة امور كتير جدا مهمة يعني ان كانت هذه الزاوية هي زاوية ايجابية تم اتخذها هناك مجموعة من الزاوية المكملة علشان ما يبقاش فيه مشكلة تحصل في المجتمع وبالذات عند محدود الدخل مش بس محدود الدخل محدود الدخل ومتوسط الدخل لانه هو كمان هتطاله هذا الموضوع او طاله هذا الموضوع الادارة العامة للمرور قامت بشن حملات على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط ومتابعة تعريفة سيارات الاجرى بعد رفع سعر الوقود لضبط السائقين المخالفين ده بالاضافة الوضع تعريفة للخطوط الداخلية وفقا للمسافات وعدم اعطاء فرصة لسائقي الميكروباز باستغلال المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين موسيقى